السلام عليكم اصدقائي العزاء. عدنا اليكم بفيديو جديد. اذا ستكونوا ان شاء الله دوزوا العيد بكل الفرح وسعادة. وغديندوزوا مباشرة باش نخدموا شوية. لك شوية للفرح وشوية للجد. وندرو درس جديد بالنسبة للمستوى الثاني من التعليم الابتدائي. وغديني الرياضية وبالضبط مرجع فضاء الرياضية. وغدينشوفوا الدرس دي الانشاء اشكال الهندسية صفحة مائة. اذا هذا الدرس في الوحدة الخامسة. كنظن هو الدرس الاخير في الوحدة الخامسة. نعم هو الدرس الاخير في الوحدة الخامسة لان من المورة كنا اسبوع ديال الدعم. اذا هذا الدرس هنا في الاسبوع الرابع. من الوحدة الخامسة. اذا غدينشوفوا. تمرين الاول اكتشفوه اتمرن. وغدينشوفوا سؤال رقم واحد. استعمل المسترى واجدو ثلاث نقاط اخرى مستقيمية. ثم ارسمو مستقيما يمر منها. اذا المطلوب منه هو اننا نلقوا ثلاثة ديالنقاط اللي غدا تكون مستقيمية. شنو كان القصد مستقيمية? يعني بالدرجة ديالن مقادة. اللي مني كان نرسم داك الخط كان يمر منهم بثلاثة. اذا الخط واحد غد يمر من هنا وغد يقصها هذي وكذلك غد يقصها هذي. اذا النقاط هذو كيتسمى مستقيمية. ماشي مسلا غديندوز خط من هنا. ونديل هذي ونهبط له هذي. هذي ماشي مستقيمية. فهم. نعطيكم مثال. عندي نقطة هنا. ونقطة هنا ونقطة هنا. هذو ثلاثة النقاط. اذا ندوز الخط هنا. وهبط له هنا. وشهد نقاط مستقيمية ماشي مستقيمية. مستقيمية هي من اللي كانت عندي نقطة نقطة نقطة. وندوز الخط ندوز فيهم بثلاثة بهم. خط واحد يقصهم بثلاثة. او لما تلك خط واحد يقصهم بثلاثة. هذو مستقيمية. نقطة مستقيمية. صافي? اذا سنشوفو هنا. هتلاحظوا بان عندي هذي النقطة هذه. وهذه وهذه. اذا بالمستارات تأخذوا هذه النقطة هذه. تلسقوها مع هذه. تلسقوها مع هذه. هم تلسة هذه النقطة مستقيمية. صافي? ولكن انتم لا يسخدموا بالمستارة بانسيو. اذا نحاول نلقى تلسة النقطة اخرين يكونوا مستقيمين. اذا لاحظ معي عندي هذه وهذه وهذه. ادروا المستارة. وهتلسقوا هذه النقطة وغادي يعطيكم مستقيم في حلقة. اذا هذه النقطة تسمى ثلاثة نقطة مستقيمية. وهذه ثلاثة نقطة مستقيمة. اذا هنا هذي مع هذي ما يمكنش. او لا هذي غير جديد النقطة. هذور كيتسمى وجود نقطة مستقيمية. صافي? اذا سيتلقاوا كذلك هنا هذو. ثلاثة هذه النقطة مستقيمية. ها. مستارة. اذا انتم مباشرة التمرين رقم اثنان. اذا نمر السؤال الثاني اتمم رسم القطع كما في المثال. اذا عندنا هنا هذ القطع هذو. لاحظ معي بان كل رقم. كان ناخده عند نفس الرقم في الجانب الاخر. واحد كربطه مع واحد. اثنان اثنان تلاتة تلاتة. نفس شيء اربعة مع اربعة. انتم ما تخدموا بالمستارة. انا ما مخدمش بالمستارة. ثم ادخلوا بالمستارة من الاحسن مش يجيكم الخطوط مقادلين. ثم خمسة. ندي وعند خمسة. ثم ستة. عند ستة. ثم سبعة. سبعة. ثم نمر الجانب الاخر عندنا عشرة مع عشرة. احداش مع احضاش. اتناش. اتناش. تلتاش كذلك. واربعتاش. لاحظوا الشكل كيفاش? كيف صار? الشكل. وهذه الثلاثة كذلك هذي تلصقوها بالمستارة لانه مغير بدوليكم بالنقعة. اذا لاحظ معي كيف اصبح الشكل. لاحظة نفح الورقة الشجر. شو ورقة دي الشجرة. بقاعد الفراغات. اذا اندزوا مباشرة السؤال ثلاثة. اطوي ورقة وارسموا خطوط الطي باتباع الخطوات التالية. اذا هذا بحال تمرين. بسكم تخدموه الراسكم. اتخذ ورقة. بيضاء. وهذه اتباع المراحل. واحد اتنان ثلاثة اربعة خمسة ستة. صافي? اذا اتخذ ورقة وعادة اطويها هكا على هات الشكل هذا. هاي. كتعطيك واحد الخط هنا. صافي? ثم ستطوي الجهة الاخرى. يعني هات جهة هاي اللي ما زال ما طوين اعيش. وغدا ستناعطيك هات الشكل هاته. هذا الخط هاته. اذا الخط السي اللولة الطوية اللولة غدا ستعطيك هذا الخط. والثانية ستعطيك هذا. صافي? انا ضع للمرحل الخامسة. كنطويه من الجهة السفلة. من الجيهة من هنا. شوف اشنوه قد سعطينا هات الخط هاته. لاحظ معي. بيسة اذا عندنا ا بيسة اعطتنا ثلاثة النقاط. يعني التقاطع ديال الخطوط. اذا السؤال يقول. اولوين رؤوس المثلت بالاحمر. اذا الرؤوس ديال المثلت هو ما هدو? ا ب و سي. صفي? والوين. انتم ما تلونهم بالاحمر. انا نرى لونتهم بالاحمر. الوينوا اضلاع المثلت بالاخضر. اذا بالاخضر. انا ما عنديش الاخضر. هاو. اضلاع المثلت. الوين داخل المثلت بالاصفر. والوين خارجه بالبرتقال. اذا كيفش داخل المثلت? داخل المثلت هو هذا اللي هنا الضاخن. اذا هذا هتلونه قلنا بالاصفر. داخل المثلت. والوين خارجه بالبرتقال. اذا هناك اللي يبقى لكم برا. غادي تلونوه بالبرتقال. صفي? اذا نمر الى الصفحة مائة وواحد. اعد المثلتات المطابقة للمثلت البرتقالي. والتي يمكن رصها جنبا الى جنب في المثلت ابيس. اعد المثلتات. اذا غادي رسم وثلتات بحلات. لاحظة تشحل فيها من النقطة. واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة. اذا ستة. هو واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة. Wow идاء واحد اخر. واحد اخر. ثم وثلاثة اخر. اذا شحال عندي هنا. واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة. نفهم? اذا نزيد واحد اخر. هنا وهنا. انا ساليج. اذا ما حال عندي دباب المثلات? لاحظوا معي. ها واحد. ها اتنان. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. تمانية. تسعة. اذا تسعود للمثلاتات. صار عندي. تسعود للمثلاتات. لونهم تنتموا بالبرتقال. منذ السؤال الاثنان ارسم ستة مثلاتات متطابقة لتغطية كل شكل مما يجب. اذا ستة مثلاتات. عندي هذا. سداسي الاطلاع. سنخرج منه ستة المثلاتات. اذا ها واحد. ها اتنان. ها اتنان. ها اربعة. ها خمسة. ها ستة. صافي? ندوز لهنا. ها واحد. ها اتنان. ها اتنان. ها اربعة. ها خمسة. ها ستة. اذا واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة. صافي? اذا التمرين كان سهل جدا. وقد ندوز لنشوفوا السؤال ثلاثة. اكمل الرسمة والتلوين في كل خالة. اذا عندي هنا متلاتات فقط كنتبع عليهم. والسق النقاط. ونقول لي. اهو. اذا لعدنا بالبرتقالي. اذا هذا بالبرتقالي. ما هذا بالبرتقالي. قالينا هذا بالوردي الوردي 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 الوردي. صافي? اذا حاولوا انكم تلونوهم. انا ما عنديش ملونات. ندوزوا الشكل الثاني. هات الشكل ملون. اخضر برتقالي ووردي ازرق. عاو تاني نفس طريقة. اخضر برتقالي ووردي ازرق. وهنا غضي لصق النقاط. ايه فورا. تهوا عاو تاني اخضر اه برتقالي ووردي ازرق. صافي? اذا اراكم في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم. وبالتوفيق لجميع.